مثال هو استدلاع شافعية على سقوط القضاء على من أفطر ناسيا هناك حديث عن نبي هريرة من نسي وعكل وهو صائم فل يتم صومه وإنما تأمه الله وثقاهه هناك حديث لكن ليس من هذا الحديث يسقطون القضاء لأن الحديث لم يتعرض للقضاء فلا يستدلون به على عدم القضاء لأنه يتكلم على عدم الإثم لكن كيف يستفادوا عدم القضاء من قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن عمة الخطأ والنسيان رفع عن عمة الخطأ والنسيان فإنه لما لم يرتفع بنفسهما معنى الرسول يقول في كلام خبري أن رفع عن عمة الخطأ والنسيان ثم رأينا أن العمة تقع في الخطأ وتقع في النسيان وكلامه لا بد أن يكون صادق فيقول علما من ضرورة صدق الشارع من ضرورة عن نصدقه أن يكون صادق يعني لم يكذب أن في الكلام حذف معنى في قوله رفع عن عمة الخطأ والنسيان في حذف حذف لفظ ولا بد هذا يفدي تقديره إلى صدقه هذا اللفظ مدمر هو الذي يعد إلى صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع عن عمة الخطأ والنسيان بدون هذا اللفظ فيكون كلام غير صحيح لأن وجدنا الأمة تقع في الخطأ وتقع في النسيان ولما لم يتعين لكن الحديث لم يعين هذا اللفظ المحظور لم يعين وجب إدمار كل ما يصلح إدماره فلذلك وجب علينا أن ندمر أن الرفع ماذا؟ رفع كل شيء يصلح أن يدخل في إدماره هنا والقضاء مما يسح إدماره مثلا رفع عن عمة قضاء عند الخطأ والنسيان رفع عن عمة الإثم عند الخطأ والنسيان رفع عن عمة الهموم عند الخطأ والنسيان رفع عن عمة يعني تعطي بكل ما يصلح أن يدخل ما يصلح للإدمار فيه والقضاء منه والقضاء منه مثلا رفع عن عمة القضاء صالح فيكون فكان مرفوعا معنا أن القضاء مرفوعة عن من أخطأ ونسي فمن شرب أو أكل شيء مدمر فيه ليكون الشارع الصارغ وهو مصدوق ومن أشياء لا بد إدمارها أو تصلح لإدماره هو القضاء فلذلك كان مرفوعا معنا أن القضاء مرفوع بهذا الحديث رفع عن عمة القضاء في الخطأ والنسيان والقلان فيه كما تقدم لكن ما هو جواب المالكية إذا أدمرنا القضاء وهو يصلح هذه قضية مهمة جدا لأن هناك من يفتي بهذا القول القول الشافية الآن ويظن أنه متمصق بالحديث أليس حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا بد لنا من إدمار لا بد وإلا نكذب الشارع لماذا؟ لأننا رعينا واقعا أن الخطأ والنسيان يقعان في الأمة المحمد يقعون في الخطأ ويقعون في وأن رسول نفسه أخطأ ونفسه نصية فيقع فلا بد أن ندمر شيء ليكون هذا الكلام صحيح وليس بكذب وهذا الإدمار لم يعينه هذا اللفظ لم يعين شيء الإدمار ما دام لم يعين ولا بد ندمر كل ما يصلح كل ما يصلح رفع عن أمة الخطأ الإثم رفع عن أمة منه من ما يصلح رفع عن أمة القضاء رفع عن أمة إلى آخر كل ما يصلح أن يدحل رفع عن أمة ليسح هذا الكلام بدون هذا الإدمار هذا الكلام يكون لا يكون صادق على الشارع ولا ينبغي ولا بد بالإدمار فالشعفيون يقول ما دام لا بد ندمر والقضاء يصلح أن يكون من المدمر يصلح فلذلك بهذا الحديث رفع عن أمة القضاء في الخطأ والنسيان فمن نسي في الصوم في الصيام وعكل وشرب ليس عليه قضاء في هذا الهديث من هذا الهديث أيها لأنه رفع عن أمة فالمالكين يقولون طيب من أخطاع أو نسي ونقد ودؤه يستمر بالصلاة لا من نسي أو أخطاع ومثلا جامع في نهار رمضان يتم سومهم لا فإذا ليس بدليل معنى رفع عن علمة الإثم في الخطأ والنسيان وليس القضاء للقضاء نحتاج إلى دليل المستقل والدليل واضح واضح الدلالة يقول لنا من نسي وهو من نسي وعكل وشرب وهو صائم فلا قضاء عليه لا يقضي ذلك اليوم إذا وجدوا هذا الحديث فأهلا وسهلا وعلى الله سبحانه ولكن لم يوجد هذا الحديث وفي رواية ضعيفة لا يعتبر بها لأن لأن أقل والشرب من أركان الصور ووجدنا بالإضطراد إضطراد يعني في كل عبادة كل عبادة إذا أخرم أو قصر أو أطلف ركن من أركانها ولا بد من إعادتها من جميع العبادات من ألفها إلى يائها فإذا جاء في الصوب وجاءنا حديث ضعيف كيف نأخذ بهذا الحديث ضعيف بخلاف ما ثبت من جميع العبادات أن إذا خرم فيها الركن لا بد من إعادتها فهمتم نعم اللهم فقهنا في ديننا